اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهار ده هندردش شوية عن اشهر نوع من انواع سرطان الجهاز الهضمي واكسرهم انتشارا اللي هو سرطان القولون او كولون كانسر وهنتكلم عن الاسباب بتاعته وعن الاعراض اللي العيان ممكن يجي يشتكي بيها وازاي بنشخصه وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو القولون ده جزء في جسمنا زي ما انت شايف في الصورة كده بيبدأ بجزء اسمه القولون الصاعد بعد كده القولون المستعرض بعد كده القولون النازل القولون السيني المستقيم ثم ينتهي بفتحة الشرق واسباب سرطان القولون مش معروفة تحديدا لكن لقوا ان الجينات لها دور مهم في الموضوع ده عشان كده الناس اللي جالهم سرطان في القولون بيكون اقاربهم اكثر عرضة من غيرهم ان هما يجي لهم سرطان في القولون ومش معنى كده ان كل واحد قريبه جاله سرطان قولون انه لازم يجيله نفس المرض لكن انا بقول انهم بيكونوا اكثر عرضة شوية فلازم يتابعوا كده باستمرار مع الدكتور بتاعهم كمان في بعض العوامل البيئية والغزائية وبعض الامراض التانية اللي لقوا ممكن يكون لها علاقة بسرطان القولون زي مثلا الناس اللي بتاكل لحوم حمرة كتير ودهون حيوانية كتير زي الناس اللي ما بتاكلش ألياف كتير ما بيكلوش خضار وفاكها كتير زي الناس اللي مش بتاكل حبوب كاملة أو بقوليات كتير زي الناس المدخنين واللي بيشربوكو حليا وزي الناس اللي بتاكل لحوم مصنعة كتير زي اللانشون والحاجات دي وزي الناس اللي عندها سمنة والناس اللي ما بتتحركش كتير في حياتها كمان بعد امراض الجهاز الهضمي ممكن تكون لها علاقة شوية بسرطان القولون زي مرض الألسرتف كولايتس بيقولوا عليه التهاب القولون التقرحي كمان تناول المضادات الحيوية بيقولوا ان ممكن يكون ليه علاقة بسرطان القولون وطبعا مش معنى كده ان اي حد بيعمل حاجة من دي يبقى لازم يجيله سرطان قولون لكن دي دراسات بتقول ان ممكن يكون فيه علاقة بينها وبين هذا المرض كمان فيه دراسة بتقول ان تناول الزبادي بشكل مستمر ده يعتبر وقاية من سرطان القولون حاجة مفيدة يعني بالنسبة لاعراض سرطان القولون ممكن في البداية الشخص يكون ما عندوش اي اعراض تماما وبالتالي تشخيصه بيبقى صعب وعشان كده في الدول المتقدمة بيعملوا سكرينينج او فحص مبكر لكل الناس اللي عمرهم خمسين سنة او اكتر الناس اللي ما عندهاش اعراض اصلا بيعملو لهم سكرينينج وهنتكلم على السكرينينج ده في الفحصات لكن ممكن العيان ييجي ببعض الاعراض زي مثلا الايرن ديفشينسي انيميا او انيميا نقص الحديد خصوصا في الناس اللي سنها كبير تيجي تلاقي عيان كان ماشي طول عمره كويس فجأة حصل عنده انيميا تيجي تعمل له صورة دم كاملة تلاقي له مجلوبين خمسة أربعة ستة وتلاقي الامي سي في قليل فالعيان ده لازم تشك فيه فورا وتعمل له منظار الجهاز الهضمي السفلي عشان تتأكد ان مفيش سرطان في القولون طبعا الكلام ده لو انت مش شايف سبب تاني لانيميا نقص الحديد كمان ممكن العيان ييجي بنزيف من فتحة الشرق كمان العيان ممكن يبقى عنده أبدو من البين أو ألم في البطن فقط وده بنشوفها أكتر في صغار السن العيانين اللي أقل من خمسين سنة ودي حاجة بتبقى محيرة شوية بتتعب في التشخيص لإن مش بيبقى معاهم أعراض أخرى أو علامات خطر أخرى كمان ممكن العيان ييجي بتغيير في عادة البراز بتاعته فقط يعني واحد سنه كبير بدأ يحصل له إمساك على غير طبيعته أو بدأ يحصل له إسهال على غير طبيعته الحاجات دي برضو تخليك تفكر شوية في الموضوع ده كمان العيان ممكن يجيله أو انسداد في الأمعاء أو ممكن يحصل في الأمعاء بيقولوا عليها بالبلد كده انفجار في الأمعاء وإنت لما تبص على العيان بتاعك ممكن تلاقي وزنه بيقل العيان تعبان على طول ومش قادر يعمل مجهود ممكن لما تيجي تضغط على بطنه تلاقي فيه أبدومنالتندرنس يعني ألم أثناء ضغطك ممكن في بعض الحالات الشديدة شوية تحس انت بالأبدومنالماس الكتلة تحت إيدك ممكن تلاقي العيان ده معاها تضخم في الكبد ممكن تلاقي معاها استسكاء في البطن بالنسبة للفحوصات وتشخيص سرطان القولون ده بيكون عن طريق رقم واحد منزار الجهاز الهضمي السفلي والطبيب بياخد عينات من أي جزء مشتبه فيها ويبعثها طبعا لدكتور الكلينيكال باثولوجي عشان يحللها ويفحصها تحت الميكروسكوب هو ده اللي بيشخص سرطان القولون المنزار والعينة لكن بنعمل تحاليل تانية عشان نتطمن على باقي أجهزة الجسم زي مثلا صور الدم كاملة معادن في الدم وظيف كلا وظيف كبد وبنحتاج نعمل تحليل اسمه التحليل ده دوره مهم في تحديد شدة المرض وخطورته كل ما زاد التحليل ده وقمته بقت عالية بيدل على سوء الحالة كمان لو انت اكتشفت بالفعل مريض ان عنده سرطان في القولون فانت لازم تفحص باقي جسمه او تصور باقي جسمه عشان تشوف في بقر ثانوية في مكان تاني ولا لا ممكن تحتاج اشعة مقطعية او رنين على البطن والحود ممكن اشعة مقطعية على الصد وممكن تعمل سونار على البطن والحود برضو وفي تصوير مهم دلوقتي لكن لسه غالي شوية بس مستقبله واعد ان شاء الله اللي هو بتسكان خصوصا كمان الاصدار الجديد منه اللي هو افيوجن بت سي تي سكان ده تصوير مهم عشان تعرف هل في بقر ثانوية في اماكن اخرى من الجسم ولا لا لما بتعرف ان العيان عنده سرطان في القولون فانت لازم تعرف هو في اي مرحلة عشان على اساسها هيتحدد نوع العلاج المناسب ليه ففي نظام كده اسمه تي ان ام عشان تعرف العيان بتاعك في اي مرحلة ببساطة التي يعني الورم الاساسي اللي موجود في القولون شكله ايه وحجمه واختراكه لجدار القولون عامل ازاي وبنديله درجة الان اللي هي المفنودز او العقد اللينفوية بنشوف عددها واماكنها وعلى اساسها بنديها درجة الام اللي هي ميتاستاسيز يعني البقر الثانوية في اماكن اخرى من الجسم برضو عددها ومكانها وعلى الاساس ده بنديها درجة طبعا مش هنتكلم بالتفصيل عن كل ده لكن لو انت دكتور وعايز تعرف التفاصيل فانا هسيب لك رابط الموضوع كله في الوصف اسفل الفيديو وبالنسبة للفحص المبكر او السكرينين اللي تكلمنا عنه ففي كزا طريقة ممكن نعملوا بيها لكن اشهرهم اللي هو ان العيان اللي يوصل سنه خمسين سنة يعمل كلونسكوبي او منزار جهاز هضمي سفلي كل عشر سنين وده طبعا للعيان اللي ما عندوش حد من قريبه جاله سرطان قولون ولا عنده اي اعراض اصلا ده سكرينين اما لو كان العيان عنده اعراض فبيبدأ فحصات فورا لو كان العيان فيه شك فيه شوية او اكسر عرضة زي ما قلنا فالعيان ده بيبدأ بدري وبشكل متكرر شوية ممكن يبدأ عند 40 سنة ويعمل الكولونسكوبي ده كل خمس سنوات واحيانا قبل كده كمان بالنسبة لعلاج سرطان القولون فهو ياما جراحة ياما بالعلاج الكيماوي ياما اللي اتنين مع بعض الجراحة بتكون اختيار مناسب في بعض المراحل الاولى لما يكون الورم في مكان محدد ونقدر نشيله ونستقصل جزء حواليه والعقد اللينفوية وهكذا والعلاج الكيماوي بيكون في المراحل المتأخرة شوية اللي بيكون فيها بقر ثانوية كتير وصعب التحكم فيها بالجراحة والاتنين ممكن نستخدمهم مع بعض في بعض المراحل المتوسطة كل ده طبعا بمتابعة طبيب الاورام رابط الموضوع كله هسيبهولك في الوصف اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم